وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أعلنت بأنها بدأت بخطوات لردع الفصائل المسلحة في الداخل العراقي بعد الهجمات التصعيدية اللي شفناها على عدد من المستويات وهذا معناته بأنه ستكون هناك هجوما وهجما وضربة من الولايات المتحدة الأمريكية مرتقبة ولكن هذا أيضا تزامن مع أنباء نشرت قبل 48 ساعة من ستارز ان ستريبس وهذه واحدة من الصحف المقربة للجيش الأمريكي والتي أكدت بأن هناك قوة قتالية أمريكية متوجهة إلى الداخل العراقي وإذا ردنا ندخل في تفاصيل هذا الموضوع حتى نعرفه وشنوه الآن الولايات المتحدة الأمريكية تريد نشر 5600 جندي أمريكي 3800 جندي من عددهم سينتشرون في أوروبا و 1800 جندي أمريكي سيدخلون إلى الداخل العراقي وهذول 1800 جندي أمريكي هم سيكونون قادمين من قاعدة فورت كارسن الأمريكية من ولاية كولورادو بشكل مباشر طبعا وأن هذه الأنباء مالتها ووصول هذه القوات القتالية هي ستأتي تحت إطار عملية العزم الصلب أي هي بمعنى آخر بأنها ستكون مخصصة لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي في الداخل العراقي وكذلك لها مهمات في سوريا بالإضافة إلى ذلك أنه سيتم استبدالها مع قوات هي أساسا موجودة أصلا في الداخل العراقي وتحديدا في القاعدة للتحالف الدولي الموجودة في مطار أربيل فلذلك هي تبدو الأمور طبيعية وروتينية وكأنها استبدال من قوات إلى أخرى ولكن هذه القوات القادمة إلى الداخل العراقي هي قوات قتالية من اللواء الأول القتالي لقوة سترايكر القتالية الأمريكية ومن المشات الرابعة وهذه القوة هي نفسها القوة التي ألقت القبض على صدام حسين مقارنة بالقوة التي الآن تستبدلها والتي تطلع والتي هي الفرقة 256 وهذه الفرقة هي أيضا قتالية وأيضا من المشات الأمريكية ولكن هي تابعة إلى الحرس الوطني الأمريكي والحرس الوطني الأمريكي هما عبارة عن مجموعة من المتطوعين عندهم مهام مدنية وغيرها فمقارنة بهذه القوة التي جاء الفرق كبير جدا كذلك أن الخبر قبل 48 ساعة مع التصعيد مع الفصائل المسلحة قد يعطي الكثير من الإشارات هنا رغم كل هذه الأنباء وتصريح البنتاجون وغيرها إلا أن هذا لم يغير أبدا من مزاج الفصائل المسلحة وقاموا بهجوم فجر هذا اليوم على السفارة الأمريكية بصواريخ الكاتيوشة وطبعا الصواريخ اللي استخدموها هي الكاتيوشة المعروفة اللي هي الفجر 1107 اللي هي من صناعة إيرانية بحته اللي هي طبعا يوصل مداها إلى 8 كيلومتر استخدموا الهجوم على السفارة الأمريكية هنا السفارة الأمريكية طبعا من جهتين من أجل دائما كما نقول لتحقيق تحدي وتصعيب مهمة منظومة السيرام وهي تتصدى إلى هذه الصواريخ بكل تأكيد الآن المنصة الأولى هي موجودة في هذه النقطة وهذه النقطة هي تمثل مستشفى الكندي وطبعا المنصة هذه كانت موجودة في قراج للسيارات مقابل لمستشفى الكندي إذا ردنا نلقي نظرة عبر الأقمار الصناعية حتى نفهم وين هذه النقطة طبعا هذا هو مستشفى الكندي هذا هو طبعا قراج السيارات اللي تشوفوا بهذه المساحة الفاضية كانت موجودة منصة إطلاق الصواريخ والتي أطلقت صاروخين كاتيوشا مباشرة إلى السفارة الأمريكية بهذا الاتجاه طبعا بالإضافة إلى ذلك المنصة الثانية موجودة في منطقة أخرى طبعا وهي معروفة واستخدمتها الفصائل المسلحة سابقا اللي هي طبعا هذه المنطقة التي تمثل منطقة الحارثية من هذه النقطة تقريبا وهذه لا تبعد عن السفارة الأمريكية سوى فقط تقريبا كيلو مترين والنقطة طبعا اللي دي نحكي عنها من القراج اللي هو موجود فيه مستشفى الكندي هو يبعد تقريبا 5 كيلو متر إلى 5.5 كيلو متر وطبعا منظومة السيرام هي تعمل بفاعلية كبيرة جدا على بعد كيلو ونص تقريبا تبدأ تضرب أهدافها بفاعلية كبيرة جدا ولكن هي أيضا تستطيع من ضرب الأهداف القادمة بغض النظر مسيارات صواريخ كاتيوشا أو غيرها تقدر أيضا تضرب على مسافة 5.5 كيلو متر الآن بالنسبة للصواريخ وبحسب خلية الإعلام الأمني هي أكدت بأن هذه الصواريخ سقطت في النقاط الآتية أولا في ساحة الاحتفالات هنا وكذلك على مقربة من جهاز أو مقرب جهاز الأمن الوطني بهذا الاتجاه تقريبا وكذلك في الشيخ عمر في هذه المنطقة المهمة بنفس الاتجاه مالة حقيقة القراج اللي إحنا حكينا عنه وبالتالي إحنا عندما نتحدث عن هذه المسافات واضح جدا بأن هذا الصاروخ هو كان قادما من هذه النقطة ومن هذه المنصة بهذا الشكل طبعا وتم إسقاط واضح بأن منظومة السيرام أسقطت هذه الصاروخين ولعبت دورا كبيرا ضد هذه الصاروخين يعني هذا الصاروخ الأول مثلا اللي هو موجود في ساحة الاحتفالات هو يبعد فقط 1.1 كيلو متر و900 متر فقط من الصاروخ الثاني الذي هو سقط بالقرب من مقر حقيقة جهاز الأمن الوطني وعلينا أن لا ننسى بأن صواريخ الكاتيوشي اللي نحن عنها هي صواريخ غير دقيقة ولذلك قد يكون سقوط الصاروخ بهذا الاتجاه اللي هو في الشيخ عمر هو قد يكون حقيقة سقوط بسبب خلال فني أو غيرها وبالتالي هذا هو الذي تم إعلانه وإيضا مستغرب نوعا ما ليش يستخدمون فقط ثلاثة صواريخ من منصتين المنطقي أن يستخدمون أربعة صواريخ بدلا من ذلك ولكن عموما تم التصدي لهذا الهجوم بكل نجاح بحسب خلية الإعلام الأمني بكل تأكيد ولكن هذا الأمر أيضا يجب أن ننتبه إلى قضية مهمة أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة وحتى يوم أمس هي لا تعتقد بأن هذه الفصائل المسلحة تعمل من أجل غايات مختلفة غير الغايات اللي تريدها إيران بحيث إلى درجة أن روبورت مالي وهو طبعا المبعوث الأمريكي الخاص في إيران هذا الرجل هو الذي يقول جزء كبير جدا من هذه المفاوضات في فين قال بأن الإيرانيين يصعبون المهمة علينا في قضية المحتجزين الأمريكيين اللي موجودين في الداخل الإيراني ليش هذه القضية هي فت قضية كبيرة جدا بايدن أساسا لا يريد العودة إلى الاتفاقية النووية فقط من أجل قضية طبعا القضية النووية هو يريد أيضا أن يطلق صراح العديد من المحتجزين الإيرانيين اللي هم مجنسين أمريكية كلهم يريد أن تتم عملية إطلاق صراحهم ولا واحد يبقى من عندهم ولكن إيران ذات صعب الأمور ذات تقول هؤلاء جواسيس ويجب أن لا يخرجوا ذات يفاوضون بها وبالتالي هي ورقة تضاف إلى ورقة إنتاج معدن اليورانيوم من تخصيب اليورانيوم اللي يصير بنسبة 20% واللي أبلغوا بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتالي الضغط الإيراني عالي على الولايات المتحدة الأمريكية والمشكلة أن الضغط أيضا قادم من إسرائيل على بايدن الآن لبايدن قالوا لهم ما عندنا مشكلة أن ترجع إلى الاتفاقية النووية حتى لو رجعت لها مثل ما هي في عام 2015 ولكن عندنا شرط وشرط مهم جدا أن لا تقوم برفع العقوبات التي فرضها دونالد ترامب بعد الانسحاب من الاتفاقية النووية لعام 2018 وهناك سببين السبب الأول هي الفصائل المسلحة في الداخل العراقي وفي الداخل السوري أن يبقون الضغط عليها وكذلك قضية برنامج الصواريخ الباليستية أن تظل عليه قيود لأن إذا بايدن رفع هذه العقوبات بحسب وجهة نظر إسرائيل فالموضوع سيكون صعبا ومعقدا للغاية بالنسبة للإسرائيل لكن الإسرائيلي بحسب تايمز أوف إسرائيل إلى اليوم وفجر هذا اليوم هم يعتقدون بأن هذه الاتفاقية لن تصل إلى طريق لهذا السبب أكسيوس كشفت أمرا مهما لنفتالي بنتس رئيس الوزراء الإسرائيلي الرجل الآن يسوي مشاورات على أعلى المستويات في قضية الاستراتيجية القادمة تجاه إيران وكيف يحاربونها وكشفت أيضا بأنه ستكون إلى زيارة إلى البيت الأبيض لبقابلة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل وضع اللمسات الأخيرة وهذه الزيارة ستكون في نهاية هذا الشهر لأنهم يعتقدون أن في تاريخ ستة ثمانية مع استلام إبراهيم رئيسي لمهامة كرئيس لإيران القضية بايدن سيعود إلى الاتفاقية النووية على هذا الأساس هم يعتقدون يثبتون استراتيجياتهم على الأقل نهاية هذا الشهر ولكن الناشنال انترست ارتأت بأن الأمور متوجهة إلى الحرب شوف شنو اللي قالت الناشنال انترست الشرق الأوسط مشتعل من بغداد إلى غزة لكن الصراع الأكثر إثارة للخوف هو الصراع الذي لم يحدث بعد لأن يستغرق الأمر طويلا حتى تندلع الحرب بين تل أبيب وطهران لذلك نحن المواقف وعملية التصعيد الكبيرة جدا الموجودة اليوم في الداخل العراقي بالتأكيد توضح بأننا أمام اشتعال للنار بشكل كبير في الفترة القادمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وسنرى ما الذي سيحدث بقضية الاتفاقية النووية بكل تأكيد